السلام عليكم وحشني ربنا خليك كمان كله زال الحمد لله الحمد لله ولما مبروك طبعا على فوز النادي الاهلي مبارح وتأهله عايز اعرف رؤيتك لهذه المماراة وهذا تأهل اكيد طبعا بقول مبروك لجمهير النادي الاهلي كلها ومجلس دارة النادي الاهلي لعيبت النادي الاهلي وجاز الفني اكيد المطش مبارح كان صعب جدا بتكلم عن رجاء مش سهل يعني لا طبعا مش سهل انت بتلعب فرق يا اسلام فرق وفرق عندها تلعبت ما تشات من دي كتير اه طبعا انت بتلعب بتكلم على فرق كبيرة احرازت البطولة قبل كده لها باع كبير في البطولة الافراقية فاسيبك من فرعة اللي هي البلونة اللي بيتكلموا فيها لولك فرق ضعيفة فرق مستوى أقل اللي بيتكلم كده هو فين اصلا من الصحة الافراقية فانت بتتكلم في موضوع مختلف انت بتتكلم اللي هو بيحاول يقلل نجاحك او بيحاول التفاوقك موجود في أفراقيا بتلعب امبارح فرقة ميزة جدا التراجع فرقة ميزة عندها تنظيم بشكل كويس جدا عندها عناصر مميزة بتتكلم من نادل اهل امبارح حفظ كل كبيرة زويرة في الملعب بتتكلم الراجل مرسول لكولر النهار امبارح غير قبل كده بتتكلم خلاص البطولة الافراقية خد خبرات بتتكلم كولر قبل كده في أفراقيا كان الجيم بيعاب مفتوح شوي يعني بيسيناريو اللقاء ما بيش مش شايف الأحجواء اللينك والوقت امتى هقدر اقفل ازاي بلعب تلاتة في نص ملعب اللي انا مرضود اللي انا خدته خلاص هقدر اخده الموضوع مختلف دي مبارح شفنا حتى التغييرات اللي كانت موجودة حتى موجودة نفس اللعيبة اللي موجودة بتنزل تعمل نفس المهام مركز مركز انا بتكلم كمان هو عامل ميزة برضا كاسلام الفترة ديت اللي عامل روتيشا بشكل مميز جدا موجود انت عندك النادية اللي بيملك الآن دولي دلوقتي احسن السكوات موجودة في مصر بتكلم لو كانت بتكلم على البقرايت هوني الناس التي كانت موجودة عليه معلول او اشرف بتكلم على أسر ابرهيم تحت او متولي او محمد عبد المنعب لعبة كلها ميزة بتكلم على خط النص اقوى خط النص موجود في مصر بتكلم حد عنده مروان سلية حمد فتحي او ديانج بتكلم على الهفoffات حتى اللي عندك هتلعب مين ولا مين؟ حسين الشحات ولا طهر محمد طاهر أو برستاو أو عندك النحة الثانية بتتكلم على أحمد عبدالقادر فبتتكلم على راس حربة شريف ولا كهرباء فأنت عندك بردك الراجل وصل لعيبة كلها في الطف فورم فأنت عندك مبارح اللعيبة اللي بتلعب أنا شايف مبارح من ضن المميزات الموجودة لأنت عندك امتلاك نص الملعب أنا المطش بتاعي مبارح أسلام أنا مش عايز أخد أداء أنا عايز أحقق التارجد بتاعي وامش أنا أفرض أداء من غير ما أخد التارجد بتاعي يبقى أنا استفدت إيه؟ طلعت من البطول خلاص احنا بنتكلم دلوقتي الأندية كبيرة أو الفرقة كبيرة أو المديرين الفنين الكبار عايز أخد الموضوع بتاعي أخد اللي أنا عايزه من التارجد بتاعي وابتدأ بتكلم على الله بس هو ده المطش نادل أهل مبارح كان مميز آه في الشقة الدفاع كان مميز جدا عامل زون بشكل مميز المسافات كلها رايبة عندنا ما شاء الله مبارح الباكرايت محمد هاني وعالم علول من أكتر الناس مبارح كانت بتدفع بشكل مميز جدا بالذات انت بتتكلم إسلام عندك الباكين دول أو شمال أفريقيا الجزائر أو المغرب أو الفرقة دي كلها بتلعب الكورات العرضية بشكل كبير جدا حتى العيبة اللي عندك في الدور الممتقة حتى السابقة ما أنا بكلمك اشتراكات والهجمات اللي انت شايفين محمد هاني مبارح وعالم علول وقفينه بشكل مميز جدا يعني هم مبارح استهلكوا حتى الراجل عمل روتيشن وغير نزل محمد أشرف لعيب مميز تتكلم على خالد بردك لعيب مميز فأنا شايف مبارح النادل أهلي مجمل خدنا اللي احنا عايزينه النادل أهلي مبارح كان مؤثر النادل أهلي مبارح كان في فترة من فترات اللي تظلم مبارح اللي كان فيه ضرب الجزائر النادل أهلي مليون في المية واضحة كانت خلصت المطشي من بداية طبعا انت تتكلم اللي انت اللي انت مبارح كنت متكتف نوعا ما يعني انت لو الهدف ده احرص كان موضوع اختلف بشكل كبير جدا معك في سيناريو المطشي على الرغم من بمناسبة ان انت فتحت في هذا الامر ولكن على الرغم من ان انا بشوف ان الحكم كان مميز جدا كان مميز بس هو طبيعي عدد احتسابه راكلة الجزاء فقط يعني طبيعي وخلي بالك يا سلام جانا نتكلم برضك على الحاجة بنتكلم فيه مهم جدا هو ضربة الجزاء بتنطيب الأهلي ما تعدتش انت بتتكلم اللي احنا كل شوية احنا عملين عيد كور مش مؤثرة خالص للنادي الرجاء ما احترمنا نادي الرجاء فرقة كبيرة بس طبيعي انت هو طبعا الثقافة عنده مختلفة هو دولتي مش عايز عيدة يضربة الجزاء عشان هو شايفها لايه ضربة الجزاء فبنتكلم في المجمل ضربة الجزاء واضحة من بعيد يا مسلم يعني وانت ماشي كده شايف ان هو لش انت ماشي ده انت عادت البيت طبيعي اللي انت مبارح الحمد لله يعني مكسب كويس خطوة الهدف بطولة محببة للنادي الاهلي وجمهير النادي الاهلي فان شاء الله المطش اللي جاي اللي احنا عندنا المواجهة اللي جاي